كيف اخترعوا السرنجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرض هذا القناة بنتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء واليوم زي ما كان أول فيديو بالقناة عن تاريخ التمريد عن لماذا نسمي الممرضة سستر اليوم فيديو ثاني من نفس السلسلة تاريخ التمريد عن كيف اخترعوا السرنجة أصل السرنجة يوناني كلمة سرنجس هاي الكلمة معناها أنبوب وينسب إلى أسطورة الحورية سرينة هذه الأسطورة تقول أنه هذه الحورية كانت هاربة من إله المراعي اللي اسمه بان لما وصلت إلى حافة أحد الأنهار حولت نفسها إلى أنبوب من القصب عندها غضب الإله بان وقطع هذا العود وصنع منها صفار لكي تصدر ألحان موسيقية تذكره بها وهنا ألهمت العالم للبحث عن أنبوب مجوف يستخدم في أي استعمال الفراعنة استعملوا ما يشبه المحقنة في الطحنيت ولسحب السوائل من الجسم وإدخالها إليه مثلا في تنظيف الأذن من الشماء بعدما لوحظت الناس لكيفية استعمال الأفاعي لأنيابها لضخ السم في الضحية اخترعت أول سرنجة وكانت مصنوعة من عظام الطيور المجوفة وبدل البامب أو المضخة كان فيه مثانة لبعض الحيوانات مثل الطيور والخنازير وهذا كان في المكان الذي سمي فيه مبعاد باسم دولة كولومبيا ذكر الباحث الروماني أولوس كورنيليوس سيليزيوس والجراح المشهور جالينوس في القرن الأول الميلادي إعطاء بعض السوائل والمراهم فيما يشبه المحقنة كانت محاقن بدائية الصنوع وكانوا يستعملون ما يشبه السرنجة لشفط المخاط من الأنف بأسطوانة معدنية مزودة بمكبس مصنوع من الكتان ويقال أن ابن سينا صنع شكلا بدائيا من أشكال السرنجة وسمه الزراقة لأنها تزرق السوائل أي تحقنها من أشهر الأطباء في تاريخ الإسلام الطبيب عمار بن علي الموسلي استخدم أنبوبا زجاجيا رفيعا لسحب السائل الذي يسبب المياه الزرقاء في العين اللي هي الكتركت عملية طبقها في مدينة طبرية الفلسطينية أول مرة بعدها غط العين بشاش لمدة أسبوع ثم عاد للمريض بصره وهي تقنية استمرت لثلاثمائة سنة بعدها هذا الطبيب له إنجازات كثيرة جدا في علم العيون منها اختراع علاج للحول وألف كتاب قيما اسمه المنتخب في علم العين إلى أن وصلنا إلى القرن السابع عشر كانت السرنجة تصنع من قصدير مخلوط بالرصاص مش بلاستيك زي هسا أو الفضة وكان طولها تقريبا 20 سانتي ويعتقد بأنهم كانوا يستعملونها كحقا شارجية سنة 1650 مثلا العالم الفرنسي بليز باسكال استعملها لإثبات قانون باسكال اللي هي إنه الضغط يتوزع بالتساوي على أجزاء السائل عند وضع ضغط من أي مكان عليه وفي نفس السنة صنع دومينيك أنيل سرنجة شفت لسحب القيح من الجروح الملتهبة ولحد الآن كانت السرنجات تستعمل لهذا الغرض فقط لتنظيف الأنف والأذن المهندس المعماري كريستوفر رين كان عنده فضول ليعرف إذا كان مفعول الدواء بالوريد هو نفسه إذا أعطي بالفم فاخترع بالجمع بين ريشة أوزة مجوفة وبين مثانة أحد الحيوانات محقنا لحقن الأفيون في بعض الكلاب الضالة كانت حيوانات التجارب أيامها طبعا هذا الاختراع في بداياته قتل الكثيرين فحين حاول الطبيبان ألمانيان هما يوهان دانيل فيغور ويوهان سيغموند أل شولتس حقن العديد من المواد في البشر كانت أعداد الوفيات كبيرة مما أوقف استعمال هذا الاختراع لسنوات طويلة جون ريد كان أول من استعمل أو اخترع المحقنة الشرجية وكانت مصنوعة من النحاس الأصفر أو العاج بعدها إجا الإيرلندي فرانسيس ريند اخترع أول محقنة معدنية جوفاء وأعطى أول إبرة سبكيو أو تحت الجلد في التاريخ لتسكيل ألم العصاب اللي هو نيورالجيا سنة 1855 طور شارلز برافاز وأليكسندر رورد كلهم على انفصال سيرنجة للاستعمال الطبي مع إبرة دقيقة جدا لدرجة أنها تستطيع اختراق الجلد سيرنجة برافاز كانت مصنوعة من الفضة واستخدمت تقنية البرغي لضخ السوائل يعني كان يبرمها مريم مش كبس وبالتالي تستطيع رؤية محتوياتها وقياس كميتها واستعمل البلينجر هاي القطعة لضخ السوائل وهو النموذج المستعمل حتى الآن أما ودف استعملها لحقن المورفين تحت الجلد في البشر ثم بدأ تجربة الحقن في الوريد بدأ بزوجته اللي كان وجهها يؤلمها كان عندها فيش البلسي ثم انتقل إلى تجربة الدواء على نفسه ثم هو وزوجته أصبحوا مدمنين وهي كانت زوجته على فكرة أول حالة تموت بسبب جرعة زايدة في التاريخ كانت زوجته بعدها بعشر سنين إجا تشارلز هانتر اخترع مصطلح اللي هو الهايبو ديربيك أو الحقنة تحت الأدمة واخترع طريقه عشان يثبت النيدل في السرنجة بحيث ما تفلت لما تضغط البلانجر من فوق نشر بحث المفاده أنه حقن الدواء في أي مكان في الجسم لا يختلف مفعوله عن حقنه في مكان الألم نفسه وهذا طبعا كانت ثورة في ذاك الوقت مع ذلك جبعية الجراحين البريطانيين في لندن ناقشت أبحاثه وسألته هل الدواء له تأثير عام أو تأثير موضعي كما قال وبعد تجارب كثيرة على الحيوانات واستشارة عدة مختصين من الحقنة الطبي أقروا كلام الرجل سنة 1899 اخترعت لتيتيا من فورد جير سرنجة يمكن استعمالها بيد واحدة وهي السرنجة التي استعملت لكي يحقن المريض نفسه بالحقن الشراجي بعدها بسبع سنوات أسس كلهم من ماكسويل بيكتون وفيرلي ديكنسون شركة سموها ديكنسون أند بيكتون كومباني في إنجلترا وصنعوا أول حقنة زجاجية كاملة صنعوها مع بريل أو بربيل ومع بلانجر قابلين للتبديل وكانت تعقم كل فترة يعني كل ثلاثة يام كل أسبوع كل شهر هذا الحقنة تطورها واحد اسمه لورلوك ولفينج لورلوك عشان هيك الحقن أو سرنجات اللورلوك تسمت على اسمه لأنه بعدها بتسعة عشر سنة سنة 1925 تم اختراع حقنة اللورلوك الذي يمكن ربط النيدل بالسرنجة وفكها من قبل ديكنسون نفسه في سنة 1946 صنعت شركة شانس برادر في إنجلترا أول سرنجة كاملة من الزجاج ذات أجزاء قابلة للتبديل وتعقم كل فترة هذا الكلام أتاح أنك تعقن كل أجزاء السرنجة كلنا على حدة بدون ما تكون في حاجة أنك ترجع تجمعها مع بعض نفس السرنجة استعملها عملاق المطاعيم المعروف دكتور جوناس سولاك في البرنامج الوطني للتطعيم ضد شل الأطفال هذا البرنامج في أمريكا ضمن واحد مليون طفل بعدها بثلث سنوات اخترع الأسترالي شارلز روثاوسر أول حقنة بلاستيكية ذات استعمال واحد يعني ديسبوزابل كانت حقنة تحت الجلد وصنعت من مادة البولي إثيلين وكانت تعقن قبل التغليف بمواد كيميائية لأنها تلين مع الحرارة فستعملوا مواد مثل الكحول وأشباها بعدها بسنتين صنع سرنجة من البولي بروبلين وهي مادة بلاستيكية لا تذوب مع الحرارة وهون صار أسهل وأرخص كثير أنك تعقمها بالحرارة بدل المواد الكيميائية سنة 1956 يجي المخترع والصيدلاني نيوزلندي كولين ميردوك تقدم بطلب اختراع لسرنجة بلاستيكية ديسبوزابل أي استعمال مرة واحدة أتاته الفكرة شوف الصدفة من النظر إلى قلم حبر وهو نفسه اللي اخترع من دقية التخدير للحيوانات وهو اللي اخترع غطاء علبة الدواء الغير قابل للفتح اللي لازم تكبس بعدين تلف بعدها أتت شركة ديكسون باك كمان مرة وطرحت سرنجة سمتها بلاستيك باك بعد إدخال بعض التحسينات عليها وظلت السرنجة تتطور وتتطور إلى يومنا هذا إلى أن وصلنا إلى سرنجة مصنوعة من البلاستيك يتم تعقيمها بالحرارة بدون أن تذوب وتستعملها مرة واحدة وترميها ورخيصة جدا وأرخص بكثير من إنك تجيب حديد أو معدن أو فضة أو نحاس أو جزاز وظلك تعقم فيها وأأمن برضو وأقل نقلا للعدوى جدير بالذكر فيه أشياء بتشبه سرنجات عبر التاريخ مثل الفير إنجيكتر هذا جهاز يشبه سرنجة كانوا يستعملوا عشان يطف الحرائق قديما فيه إشي اسمه أوتو إنجيكتر حاليا عشان تستعملوا عشان تحقن الدواء في الشخص الغير المدرب أو المريض اللي ما بيكون طبيب أو ممرض فيه إشي اسمه جيت إنجيكتر اللي هو أنك بتحقن الدواء بدون إبرة بتخلط الدواء سريعا فبيكون فجوة في الجلد وبيدخل فيها في بعض الدول متقدمة فيه سياسة بسموها في هذه السياسة يمكن للناس اللي بيستعملوا الإبر بشكل متكرر مثل مرضى السكر على سبيل المثال إنهم يحصلوا على الإبر بشكل سهل ومجانا عشان ما يستعمل الإبر أكثر من مرة على فكرة حكينا مرة عن أغرب أنواع الفوبيا الناس اللي بتخاف من الإبر بيسموا المرض هذا تريبانوفوبيا يعني الخوف من الإبر فيه إشي بيشبه السرنجة اسمه سوريت هذا بيشبه السرنجة لكن إلها زي الأنبوب مغلق مثل مع جول الأسنان تقريبا وتنساش أهم إصابة مرتبطة بالنيدلز وبالسرنج اللي هي النيدل ستيك من أخطر الإصابات اللي بتعرض لها الممرضين ومن أخطر الإصابات لو ممكن تسبب أمراض قاتلة وعشان نحمي حالنا من هاي الآفة فيه إش اسمه بيكون فيها زي غطة بتسكرها بعد الاستعمال فلو رميتها في أي مكان مش رح تنغز وما رح نصير معك إذا بتكون نتكلم عن تاريخ أي سكل أو أي أداع أو أي إنسترومنت في الطب أو في التمريض اكتبوا لي بالتعليقات لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد نأول بول والسلام عليكم ورحمة الله